تبيانا نزل القرآن وأتى في السنة تبيان فكتاب الله لنا نور والسنة دوما عنوان مصباحا نجعل هديهما إن أظلم بالناس زمان ونبث صفاء معينهما كي يحيا بهم الإنسان في مشكات أنشناها تدعى أحبابي تبيان تدعى أحبابي تبيان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فنحن المسلمين أمة واحدة عقد الله بيننا عقدا وهو عقد الأخوة فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم وكونوا عباد الله إخوانا هذا العقد بيننا نحن المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها أينما كنا العلاقة وثيقة الرابطة متينة وتراحم ومساندة ومفهوم الجسد الواحد إن المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن لأهل الإيمان كما يألم الجسد لما في الرأس كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مهما افترقت أجناسنا وتبينت لهجاتنا وتباعدت أماكننا فإن الحدود لا تفرق بيننا والمسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله كما جاء في حديث مسلم يسوءنا ما يسوء إخواننا ويحزننا ما يحزنهم ويفرحنا ما يفرحهم ويسرنا ما يسرهم بيننا عقد ولاية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في المحبة في النصرة والاهتمام بشؤوننا لبعضنا البعض دليل دليل إيماننا يقع الآن لإخواني للمسلمين في أنحاء العالم ما يقع شدة كربات استضعاف تسلط عدو مصيبة كارثة فماذا نفعل لهم يتساءل كثير من الناس إخواننا المستضعفين إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها من المستضعفين ماذا نفعل لهم؟ ماذا نملك؟ هناك شيء نستطيع أن نفعله من أجلهم مهما كانت أحوالنا شيء سهل لا يكلف وهو دليل على متانة الأخوة الدعاء لهم الدعاء لهم الله عز وجل كريم ورحيم ويجيب ويجيب دعاء المسلمين لبعضهم يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن رزقه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر رواه مسلم حديث قدسي عن رب العالمين الله عز وجل لا يعجزه شيء والله سبحانه وتعالى كريم ويعطي وعندما نسأل الله لإخواننا فإن ربنا يجيب ولذلك دعاؤنا لهم له أهمية كبيرة خصوصا عندما يكونون في ضيق كربة شدة لأواء ضنك وهذا هو اجتهادنا في الدعاء لإخواننا عندما تنزل بهم آفى مصيبة وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرج وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب لها من دعوة الله مخرجة نحن اليوم عندما نرى ما يحدث إخواننا المسلمين من الطرابات من قلاقل من شدة من حروب من سفك دماء من ظلم من تسلط من كيد العدو عاطفتنا الإسلامية قيامنا بحقوق إخواننا يفرض علينا أن نفعل شيئا أن نقدم شيئا دعاؤك يا أخي ويا أختي لإخوانك لأخواتك عبادة لربك ونفع لك ولهم دعوة المسلم لأخي بظهر الغيب بظهر الغيب مستجابة وقال العلماء بظهر الغيب أي في غيبة المدعو له وإن كان حاضرا معه بأن يدعو له بقلبه دون أن يسمعه فتكون دعوة بظهر الغيب أيضا حتى لو كان بجانبك سبحان الله من أسرع الدعوات استجابة دعوة المسلم لأخيه في الله وعندما تشتد حاجة إخواننا ويقعون في فتن وابتلاءات ومصائب تأكد علينا يتأكد من أنواع المواساة ندعو لهم من أكبر أسباب التخفيف عنهم الدعاء إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر